الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السعر صديقات اتفقنا على تبادل هدايا بمناسبة النجاح ويكون مبلغ الهدية محدد بمئة ريال والتبادل يكون بالخرعة فهل يجوز ذلك؟ الحمد لله رب العالمين وبعد أولا لا بد أن نسأل عن المقصود بهذا الفعل فنحن نفعل أشياء طلبا لمقاصد معينة فما المقصود من هذا الفعل؟ فأنا لا أرى أن فيه مقصودا شرعيا فضلا عن أنه قد يكون سببا لاختلاف القلوب والافتراق والنزاع والخصومة لأن هذه الهدايا وإن كانت متفقة في أقيامها لكنها لا بد أن تكون مختلفة في أجناسها وأنواعها فربما تعلق قلب المشاركين في هذا الأمر بهدية معينة لا تخرجها له القرعة فتتعلق نفسه بها فربما يصيب من أخذها بالعين أو ربما يختلفون فيما بينهم فأنا أرى أنه من الأفعال التي قد تفضي إلى الخصومة والنزاع فتركه أو لا وأبعدا عن فساد أخوة الدين والإيمان فيما بيننا ولأن المقصود الشرعي العام من تشريع الهدية إنما هو التوادد والتحاب والتراحم وإظهار المحبة والمودة ولذلك في الحديث الذي رواه أبو يعلى من قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادو تحاب فالهدية لا بد أن تكون محققة لهذا المقصود من المودة والمحبة وصفاء النفوس وأما هذه الطريقة التي ذكرها السائل أو السائلة فإنها لا تحقق هذا المقصود الشرعي وإنما قد تكون مفضية إلى الخصومة والنزاع وتعلق النفوس بشيء تحرم منه لأن القرعة لم تخرجه لك أو لم تحدده لك فالذي أرى والله أعلم أن هذا خروج بالهدية عن مقصودها الشرعي وعن حكمتها ومصلحتها المطلوبة منها شرعا فلا ينبغي فعله وعلينا إذا أردنا أن نتواد وأن نتحاب وأن يهدي بعضنا بعضا أن تكون الهدية من معين لمعين حتى يظهر بهذا الإهداء كبير المودة والمحبة والوفاء وصفاء النفس للمهدى له وأما تلك الطريقة فلا أراها شرعيا ولا ينبغي انتشارها فيما بين المسلمين لأنها قد تفضي إلى النزاع والخصومة والله أعلم